ليست المرة الأولى التي ينخفض فيها التصنيف الاعتماني للبنان إلى مرحلة تريبل سي أي مرحلة المخاطر المرتفعة جدا فقبل تقرير فيتش الحالي كانت هذه المرتبة من سوء حظ لبنان أيضا عام 2008 بحسب تصنيف وكارت ستاندرد أند بورز التي عادت ورفعت التصنيف في العام نفسه إلى بي ماينس كما أن لبنان وفي مطلع عام 2019 أعطي هذه المرتبة المتراجعة بحسب شركة موديز خفض التصنيف في أي دولة من هذه الوكالات يعني الدولة إذا بدأت تتمول بالداخل أو بالخارج المستثمر بيعتبر أن مخاطرها زادت مخاطرها زادت يعني زيادت معدلات الفويد وتبعات ذلك على الانكماش الاقتصادي وتبعات ذلك على خدمة الدين العام وعلى الموازن العامي وعلى الدين العام بحسب تصنيف وكالة فيتش يتشارك لبنان مع الأرجنتين والكونغو وزامبيا في المرتبة نفسها أما وكالة ستاندرد أند بورز فقررت إبقاء الدولة اللبنانية على المرتبة بي ماينس مع نظرة سلبية فما هي معايير التصنيف؟ أول المعايير بيركزوا عليه قصة الوضع السياسي بالبلد الوكالتين موافقين على أنه اليوم في إشكالات أو في أزمة سياسية ما فيش توافق بين كوات سياسية تاني نقطة أكيد بيركزوا عليها قصة الوضع المالية العامة الاثنين بيعتبروا أنه العاجز بالموازن في عام 2019 مرتفع فيتش بيحكي بتسعة فاصل اثنين بالمية بناتج المحلة السندرد أنبورز بيحكي بعشرة بالمية بناتج المحلة وبنافس الوقت الاثنين بيقولوا ما في خطة كمان قصة وقف التنامي قدين العام دلت نقطة بيركزوا عليها أكيد موضوع قصة النمو الاقتصادي اللي بيعتبروه أنه ضعيه والنقطة الرابعة أكيدة اللي هي ميزان المدفوعة أو الحساب الجاري ويشير الخبير الاقتصادي غازي وزني المشارك مع عدد من الاقتصاديين في اجتماع بيت الدين منذ يومين إلى أن رئيس الجمهورية على يقين تام بمخاطر الوضع فخامة الرئيس حكي عن قصة اللي كائب عبدالا الاقتصادي والورقة الاقتصادية اللي صارت تفهم عليها وكان نسبة لفخامة الرئيس تمسكه بشكل كبير جدا بهالورقة الاقتصادية وبنفس الوقت إصراره بشكل كبير جدا على أنه بالمرحة المكلبة سيتم تنفيذها وزارة المال أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن تقريري التصنيف الاقتماني هما تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة لما يتضمن من أهمية في مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء ومكافحة التهرب الضاربي وإطلاق العجلة الاقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري وللبنان القدرة على تجاوز الصعاب ويجب عدم التراخي للحظة واحدة لا يلبو موسى قناة الجديد